اشتركوا في القناة وانسحاب القوات هناك سواء الحكومية او ميليشيات الحوثي وكذلك بعد ذا استتباب الامن واستكمال اتفاقية السلام هذه الجهود التي يبذلها الامم المتحدة بقيادة رئيس الفريق الهولندي الذي قادم ووصل الى الحديدة مع اعضاء فريقه والذين ايضا يصاحبهم فريق مشترك من القيادة الشرعية ومن الحوثيين من شأنه ان يمارس العديد من المهام المطروحة امامه خلال الايام القادمة فما المهام المطروحة امام وفد المراقبة الاممية الذي وصل اخيرا الى مدينة الحديدة وكيف تسير الاحداث في الميدان بعد دخول الاتفاق حيث التنفيذ وما السيناريوهات المتوقعة للمسار التنفيذي ومدى التزام الاطراف المعنية وصول البعثة الاممية الى الحديدة والمهام التي تنتظرها موضوع حديثنا ونقاشنا هذه الليلة من برنامج مستقبل وطن وهذا النقاش افتحه مع ضيفي عبر الاقمار الصناعية من مارب الشيخ هادي هيج عضو الوفد الحكومي المشارك في مشاورات سويد وعضو مجلس الشورى رئيس مؤسسات الاسرى والمحتجزين شيخ هادي اهلا وسهلا بك سعد الله مساء اهلا وسهلا اخي مختار مرحبا بك اهلا والتحية لك سنناقش معك واقع الميدان في تأفع الحديدة وطبيعة العمل التي تجري هناك بقيادة الجنرال الهولندي الذي يقود فريق الامم المتحدة للمراقبة والاشراف على عمليات تطبيع الحياة هناك ووقف اطلاق النار وسحب القوات والمسلحين من موانئ الحديدة وشوارعها قبل ان نبدأ معك الحديث ونسطرد ونفصل فيه دعنا والمشاهد الكريم كالمعتاد نتابع هذا التقرير الذي عده الزملاء مشكورين بعد عدن وصنعاء وصل رئيس الفريق الاممي الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الى الحديدة حيث المهمة التي تنتظره مع فريقه ما بين وصول باتريك الى مطار عدن وزيارته لميناء الحديدة فترة قصيرة ملأها الحوثيون بانتهاكات كثيرة جعل التوقعات كثيرين تذهب باتجاه ترجيح فشل المهمة ترجيحات الفشل استندت بالاضافة لاستمرار الخروقات الى انعدام العقوبات ووفقا لعضو وفد الحكومة الشرعية هادي الهيج فان اتفاقية الحديدة التي تمت في استوكهولم لم تشمل على بند عقوبات في حال اخلال احد الطرفين مبينا ان الامم المتحدة اكتفت بالتزامها شفهيا بان تكون ضد من يخالف الالتفاقية ووفقا للهيج فان المتوقع ان يسهم وجود الجنرال كاميرت في التوضيح للامم المتحدة عن مرتكب الخروقات مضيفا سنرى ما الذي سيقوم به فريق باتريك ما سيقوم به فريق باتريك وفقا للمبعوث الاممي مارتين جريفث يشمل تمركز المراقبين غير المسلحين في مواقع رئيسية بانحاء مدينة الحديدة ومينائها مزودين بآلية ابلاغ قوية وسيقدمون تقارير اسبوعية الى مجلس الامن بشأن الامتثال للاتفاق جريفث اضاف ان المراقبين سيعتمدون بشكل اساسي على حسن نوايا الاطراف وتحت فقرة الاعتماد على حسن النوايا وضع اليمنيون الف خط استغراب فمعاناتهم مع الميليشيا علمتهم ان الحديث عن حسن النوايا من قبل الميليشيا مجرد سراب وصل الفريق الاممي اذا فوصل اليمنيون الى النقطة الفاصلة التي ستوضح من اساء فهم اتفاق السويد او تعمد المغالطة في شرحه فاما ان يتلو وصول الفريق انسحاب الميليشيا وتسليم المدينة ومينائها للسلطة الشرعية فتكون خطوة على طريق انتصار الشعب او ان يتلو ذلك مزيد من المغالطات والتدليل ومنح الميليشيا فرصة لالتقاط الانفاس والسلاح معا وتلك ستكون خطيئة كبرى بحق الوطن والانسانية شكرا للزملاء على هذا التقرير اجدد الترحيب بضيفي عبر الاقمار الصناعية من مارب الشيخ هادي هاج عضو الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد عضو مجلس الشورى ورئيس مؤسسة الاسرة والمحتجزين مع تجديد الترحيب بك شيخ هادي لو تذكرنا مع بداية هذا الحوار تلك الاجراءات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية السويد خصوصا بما يتعلق بالحديدة والى اي مدى قطعت شوق شكرا جزيلا اخي مختار كيف حالك اهلا وسهلا الاتفاقية كانت الاتفاقية كانت واضحة جدا ان حددت ثلاث مراحل المرحلة الاولى خروج الميليشيات من الموانئ والمرحلة الثانية ان تعود القوات خمسمائة متر عن شارع صنعاء شمالا وجنوبا والمرحلة الثالثة خروج الباقي بقية الميليشيات من المدينة هذا كان هو الاتفاق وهذا سير العمل الذي سيكون هناك القرار اثنين ربعة خمسة واحد وضح ذلك وقال ان الاتفاق السويد كان بين الحكومة حكومة اليمن والحوثيين يعني عندما يقول حكومة اليمن يعني الحكومة المعترفة بها لما يقول الحوثيين يعني انهم متمردين والان الحديدة نموذجا لتطبيق القرار اثنين اثنين واحد ستة فالان المجتمع الدولي والامم المتحدة امام المحك فهل ستكون الحديدة تطبيقا واضحا للقرار اثنين عشرين ستة عشر هذا اذا طبك هناك فان السلام في اليمن سيكون عن طريق المسار السياسي وان لم يطبك فستعود الامور عكسية تماما ما هو المطلوب من باتريك نحن نطلب من باتريك اولا ان يعرف المهمة يعرف مهمته ولا يعرف هذه المهمة الا اذا عرف الاتفاقية ودرسها دراسة متأنية ثم ربطها بالقرار اثنين اربعة خمسة واحد وربط هذا القرار بالقرارات السابقة وخاصة قرار اثنين اثنين واحد ستة والبيان الصادر عن مجلس الامن هذه كلها تدل بوضوح ان الاتفاق بين ميليشيات وبين حكومة نعم واضح هذه النقطة وهي في غاية الاهمية لكن هنا يأتي دور الشرعية ودور ايضا الوفد المفاوض باللقاء معه والتباحث والتذكير بهذه المرتكزات الاساسية التي اشرت اليها نعم احنا نعتقد في وفدنا انه وفد على مستوى المسئولية الاخرى الصغير عزيز او احمد الكوكباني او غيرهم من الاخوة الذين تولوا هذه المهمة نرى انهم اكفاء لهذه المهمة وسيؤدون ان شاء الله هذه المهمة بكل نجاح وبكل ايدي اللواء الصغير عزيز هو عضو الوفد الحكومي المشارك وهو ايضا عضو اللقنة العسكرية ليت كذلك نعم هو ليس عضو الوفد المشارك عضو الوفد المشاركة على الاخرى عثمان مجلي اه خوف تقريبا كان في الاخرى الصغير عزيز ليس عضو الوفد المشاركة لكنه رئيس اللقنة اه اتمنى جيد طيب الان منذ ان تم الاعلان واشهار هذا الاتفاق عشرة ايام مضت تقريبا تسميها اذا كنا قد انهينا هذا الاتفاق في الثاني عشر او الثالث عشر من هذا الشهر عشرة ايام مضت من عمر هذه الاتفاقية والذي حددها ايضا بواحد بثلاثين يوم او واحد وثلاثين يوما اه يعني كيف الى اي مدى تم الاستفادة من هذه المدة قرابة الاسبوعين هي حددت بواحد وعشرين يوم تبدأ باربع ايام للخروج من الموانئ للخروج من الموانئ حددت اربع ايام ثم بعد ذلك عشرة ايام لفك الاشتباك وجعل الشارع صنعاء شارعا خالب من السلاح ثم بعدها يكتمل الواحد والعشرين تخرج المليشيات من المدينة بالكامل وتسلم الى السلطة المحلية والى القوات الامن المحلي ولا يغرر علينا انه يأتي صاحب اللابس الزناء يخرج ثم يلبس اميري هذا لا ينطلع على الاخرين تناتي اليك لكن انت اشرت الان ان المدة التي مضت ليست من عمر الاتفاقية هي الاصل ان تكون من عمر الاتفاقية لكن نعطي لهم مجال انهم نقول يبدأ من وقت متأخر المهم ان تكون اربع ايام يخرجوا من الموانئ انا كنت تكلمت مع معين شرين قلت له متى ستبدأ الاتفاقية قال بعد وصول المراقبين الى الحديدة واضح طيب لدينا ايام تم الاعلان من قبل الامم المتحدة بانها ايام مفترض ان يتوقف فيها اطلاق النار من الطرفين لكن كل هذه الايام مشوهة من حيث الالتزام وخصوصا الالتزام ميليشيات الحوثي بها وبالمطلوب منها وهو وقف اطلاق النار ورصدت وحتى الان خروقات كبيرة على هذا الاساس ما تفسيرك وتعليقك على ذلك؟ كان الحوثي يعتقد انه سيحقق اختراق خلال هذه المرحلة الاختراق هذا هو ان القوات الشرعية لديها توجيه من رئيس الجمهورية حوظه الله انه نحن عملنا هدنة ونحن مع ابناء الشعب ونحن نعتبر اي هدنة في صالح الشعب ليست خسارة وليست تراجع وليست انتكاسة ولهذا اوقفهم باول ما وقعنا الاتفاقية فاعتقد الاخر ان الحوثي بانه يمكن ان يحقق اختراق في هذا الجانب وحاول يكرس جهده في هذه الفترة على اساس انه يعمل اختراقات يعني اختراقات عسكرية لهذه المناطق فحاول بالهجوم على شارع صناعة وحاول بالهجوم على 22 مايو وحاول بالهجوم على الدريهمي وحاول بالهجوم على الجاح لكن كل هذه باءت بالفشل لان الجيش واضح له ان الاخر سيقدر به فهو اخذ انتباهه طيب وصل اخيرا قائد البعثة الاممية التي ستراقب وستشرف على تنفيذ اتفاق الحديدة يعني الى الان يتم الحديث عن خروقات رغم مصول البعثة الاممية لاداء عملها ومراقبة الوضع هنا سيكون المبعوث باتريك واصحابه على المحك هل سيستطيعون فعلا رفع هذه الخروقات بحياذية وجعل الطرفين على مسافة واحدة منهم هذا هو المحك الذي نحن ننتظره الان والخروقات الحقيقة لا زالت قائمة من الحوثي ومع توقف القوات الشرعية من اي خروقات تعملها لان الرئيس توجيهاته كانت واضحة هو يريدون من طرف الشرعية ان ينسحب او يتخذ موقف لينجو من ورطتهم التي ادخلوا انفسهم هم يرون انهم دخلوا في ورطة هي ورطة الانسحاب بهذا الشكل وهي في الاخيرة طوق نجاح لهم لانهم كانت قوتهم ستنهار شاء ام ابو وستزول بضربات الابطال لكن الان الى اي مدى شيخ هادي وصول البعثة الاممية الى الحديدة قد تم الترتيب له الاستعداد هناك حديث على ان البعثة الاممية بقيادة الجنرال الهولندي التقت بالقيادة العسكرية اليمنية والقيادة المقدمة من الحوثيين ما هي الترتيبات التي لديك او المعلومات حول هذا الموضوع هو الان الباتريك ترى عنده خبرة تراكمية سابقة واتوقع انه يرتب ترتيبات جيدة لكن الى الان لم تتم اي ترتيبات هو الان مطلوب ان تجتمع اللجنة بقوامها ما هو المكان الذي يجتمعون فيه هم الان حددوا عدة خيارات منها خيار البحر ولا زال الخيار قائم ونحن ننتظر ماذا سينتج عن هذه الترتيبات خيار البحر يعني على متن سفينة نعم على متن سفينة نظرا لجوانب امنية اخذ الاعتبار لجوانب الامنية هو يقصد هذا ونحن ايضا ننبه لجنتنا المبجلة انها تأخذ احتياطاتها الامنية كاملة جيد اللجنة الامنية العسكرية الممثلة للحكومة الشرعية هي في الحديدة الان هي هناك في المنطقة لكن الحديدة لا زالت تحت الميليشيات ولا زال الترتيب قائم اين اللقاء الى الان لم تدخل مناطق التماس اه يحتاج الامور الى ترتيبات امنية لن يغامر القيادات بالدخول تحت ضمانات ميليشيات لا يضمنها احد طيب شخادي اربعين الان يقال اربعين من اعضاء البعثة الاممية او ممن يرافق الباتريك الجنرال الهولندي لترتيب والاشراف على عمليات الانسحاب وعلى مراقبة وقف اطلاق النار لا يبدأ هذه البعثة وصلت الى الحديدة ترتيب عملها هل لديك ايضا معلومات نريد ان نفهم الموضوع من جوارب متعددة هي وصلت على متن قوارب فرنسية وقبل ان يصل باتريك وهم الان موجودين في الحديدة وربما يتوزعوا المناطق او يعملوا خارطة لهم خارطة طريق لتوزيح المناطق التماسل الاشراف عليها وهم نتمنى ان يكونوا شاهدوا عدل سيكون معهم اعضاء سواء من الحكومة الشرعية او من الحوثيين اعضاء ايضا متواجدين في الميدان سيتم تشكيل افراد ضمن هذه القوة الى الان لم تتضح الخطة لكن اتوقع ان ذلك سيكون جيد طيب باعتقادك ومعلوماتك ايضا شيخ هادي متى سيبدأ او من المفترض ان يبدأ تنفيذ التنفيذ الميداني العملي للاتفاقية من خلال الانسحاب الاولي التي اشرت اليه من الموانئ هو الاصل انه يبدأ خلال هذين اليومين يعني الان خلص هو زار الميناء باتريك وطلع على الكرينات وما شابه ذلك الان المفترض ان يبدأ العد التنازل للخروج من الميناء ومن الموانئ بشكل كامل واخذ خارطة الالغام يعني احنا لما نقول اخذ خارطة الالغام يعني ان المنطقة ملغمة كاملة فهذه قضية مهمة ان يؤخذ خارطة الالغام وان يكون لديهم فريق فني لاخراج هذه الالغام وتصفية الموانئ لان الالغام لا زالت تحصد بالناس فما نريد ان تكون هذه الموانئ ايضا فيها ما يحصل من تشويش للمواطن الذي سيمارس عمله في هذه الموانئ طيب شخهادي لدينا بعض الحيثيات الاول منها الذي اشرت اليه وهو عدم التزام ميليشيات الحوثي بوقف اطلاق النار رغم دخوله حيجز التنفيذ منذ ايام وحتى الان الامر الثاني عملية الاختطاف التي تمت لضباط عسكريين امنيين من ابناء الحديدة او في الحديدة خلال يومين الماضيين والامر الثالث متعلق الذي اشرت اليه انت ايضا يعني لبس اللبس الامني قوات امن مركزي قوات امن عام وغيرها من اللباس بدل اللبس شعبي الذي كانت ترتديه ميليشيات الحوثي هذه المؤشرات كيف تفهمونها وكيف يمكن ايضا التواصل مع البعثة حولها الحقيقة ان هذه قضايا متوقعة منهم ليست غريبة ونتمنى من المبعوث ومن مندوبه في الحديدة ان يكونوا واضح عندهم هذا ونحن نؤكد لجنتنا ان تكون على مستوى الحدث وان تراقب هذه المخالفات وان ترفع هذه المخالفات اولا باول ونحن بدورنا كفريق سنتواصل مع المندوب ومع الامم المتحدة ومع المجتمع الدولي سنطلعهم على اي خروقات يحدث من هؤلاء لكن المتوقع ان تحدث منهم خروقات يعني اذا ما عملت خروقات هنا سنستغرب لماذا طيب شيخ خادي استغل ايضا وجودك معنا وانت رئيس مؤسسة الاسرة والمحتجزين وايضا ممثل الحكومة الشرعية في اتفاقية السويد بما يتعلق بملف الاسرة والمختطفين الى اين واصل هذا الملف قبل ان ابدأ في هذا الملف اريد ان اقول ماذا نريد نحن ابناء الحديدة من باتريك ماذا نريد نحن ابناء الحديدة من باتريك الحقيقة احنا نريد اولا ان يفهم المهمة نريد ثانيا ان يخرج الموليشيات نريد ثالثا ان يصفي المدينة والمنطقة من الالغام التي تحصد الناس يوميا نريد من باتريك تأمين المواطنين الموجودين داخل هذه المدن نريد من باتريك ان يمنع ضرب الميليشيات بمعداتهم على مناطق الاهلة بالسكان نريد من باتريك ان يعيد او يسهل ودخول النازحين الذين هربوا من الحروب الى مناطقهم وتأمينهم نريد من باتريك ان يصفي المدينة من الميليشيات نريد من باتريك ان يصفي المدينة من السلاح وان تبقى مدينة خالية من السلاح لان الحديدة مدينة مدنية ليس طبعها ان تحمل السلاح ولهذا على مر السنين تجدها مسالمة وامنة ويتذكر لازم ان يفهم ويتذكر ان الحديدة ابناءها من السكان الفقراء وان بنيتها التحتية لم تحظى باهتمام في المرحلة الماضية فبنيتها التحتية هشة اي خروقات ستؤثر على المنطقة واي تطبيقا للقرار تطبيقا صحيحا فستكون الحديدة نموذجا نموذج تطبيق القرار 2.2.1.6 ستكون الحديدة نموذج للتطبيق نريد ان يكون هذا التطبيق فعلي ليأمن اليمني في حين الاستمرار في مسار السلام نقول لهم الهنا يكفي ايها المتمردون يكفي الهنا الحروب نحن نريد منطقة مرحلة سلام قادمة هذا ما يريده ابناء الحديدة نحن نجينا وابناء الحديدة يحملوننا هذه المهمة ونريد من الشرعية ان تتابع هذه القضايا باهتمام وتتابع هذه القضايا بجدية وتتابع اللجنة المشرفة مع باترك اللجنة الممثلة للحكومة اليمنية تتابعها بكل اهتمام وجدية هذا ما نعمله ايضا من الشرعية ونطلب من الاخر ان يكفي الحديدة الى هنا هذه طلبات ابناء الحديدة ايه اما الملف اللي ذكرته نعم هو سائر الان السير فيه سيرا جيدا وبدأ العد التنازلي للتسليم الإفادات واحتمال تكون تسليم الإفادات في 25 ديسمبر اللي هو غدا سيكون هذا التسليم وستبدأ المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الملاحظات على هذه على هذه الإفادات كان أمس لقاء معنا بالسكاير مع الصليب الأحمر ومع المندوب المبعوث في صنعاه وتحدثنا ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف على التفاصيل واتفقنا على أننا نعمل لقاء آخر في 27 من هذا الشهر في سيئون وسنغادر إن شاء الله إلى سيئون خلال المراحل الأيام القادمة ذكرنا لهم عدة أمور الأمر الأول قلنا لهم لازم تصفوا الطريق من العوائق التي ستعرقل ستعرقل سير هذا الملف قالوا ما هي هذا العوائق قلنا العائق الأول أنه نزول النيابات إلى السجون وفرز الناس في السجون إحنا اتفقنا اتفاق واضح أن يكون كل من مسكا على ذمة الأحداث يطلق دون قيد أو شر أنه يأتي ويصنف لي الناس تصنيف هذا غير مقبول فما قلنا لهم أنه أن يحال بعض المخطوفين إلى النيابة هذه من العراقين التي ستقف أمام هذا الملف من العراقين التي ستقف أمام هذا الملف ممتلكات المواطن هذا المواطن الذي لديه ممتلكات أخذات أين ستذهب كيف سيكون مصيرها هذه كلها إحنا درسناها مع الصليب الأحمر وكان اللقاء ساخنا أمسي واتفقنا على أن نحدد لقاء آخر في 27 وإن شاء الله إحنا كما قلنا لكم ووعدناكم ووعدنا الإعلام أن نكون شفافين في هذا الملف جيد وكل ما تذكره أيضا واضح وبكل وضوح وبدون مواربة شيخ خادي دعني أختم معك بالنقطة التي أشرت إليها وهو أن الأمم المتحدة لم تضع عقوبات لمن يعرقل هذا الاتفاق اتفاق الحديدة وهل الأمر يحتاج إلى عقوبات ما دام الجيش الوطني على مشارف المدينة؟ إحنا لم تكتب أنا ما قلت العقوبات لم تكتب إيه؟ لكن لا يعفي ذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث لا يعفيهم أه؟ لا لا يعفيهم أنهم ضامنين على هذا الاتفاق وسير هذا الاتفاق فلا نعفيهم أنا نقول ليس هناك ضمانات الضمانات صحيح لم تكتب لكنها الالتزام والالتزام الأممي يكون ساري المفعول من تاريخ الالتزام ونحن الآن نطالبهم بكل جدية أن يقفوا ضد كل من يهتك أو يخرج هذه الهدنة أو هذه الاتفاقية طيب سريعا عمليات الاحتيال أو المراوغة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي من خلال عناصرها وإلباسهم واللبس الرسمي رغم أنهم لا يملكون أي صفة رسمية كيف ستتعاملون مع هذه الخدعة الحوثية التي يحاولون أن يخضعون بها بعثة الأمم المتحدة أما اليمنيون وأبناء الحديدة فيعرفونهم القرار اثنين اربعة خمسة واحد وضح أن الخلاف بين حكومة اليمن والحوثيين يعني بين حكومة ومتمردين هذا هو القرار والقرار اثنين وعشرين ستعشر واضح في هذا الجانب أنه لدحم الشرعية ودحم الشرعية يعني إجاز القوات الأمن التي تحت الشرعية نحن نطالب أن تعود قوات الأمن والسلطة المحلية التي عينها الرئيس عبدالربو منصور هذه حفظه الله تعود لممارسة مهامها ولا نقبل بغير ذلك الشيخ دهيج عضو الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد عضو مجلس الشورى رئيس مؤسسات الأسرة والمحتجزين كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مارب كل الشكر والتقدير لك ك�든 الكرام سنخرج إلى فاصل قصير نعود من ثم ونكمل حوارنا حول وصول البيعثة الأممية إلى الحديدا والمهام التي تنتظرها انتم معنا مرحبا بكم مشاهدينا عدنا اليكم بعد هذا الفاصل القصيرا لنكمل حلقتنا وحوارنا حول وصول البعثة الأممية إلى الحديدا والمهام التي تنتظرها أستكمل الحديث حول هذا الموضوع مع ضيفي من عدن عبر الهاتف وكيل أول محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي أستاذ وليد مع سعادة الوكيل أهلا وسهلا بك إذن ربما انقطع الخط بنا بأستاذ وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة بانتظار عودته إلينا وكانت السلطة المحلية في الحديدة قد التقت برئيس الفريق الأممي الذي سيصل إلى الحديدة للإشراف على اتفاقية الحديدة الجنرال الهولندي باتريك والتقى به محافظة المحافظة والسلطة المحلية هناك إذن عاد إلينا وكيل أول محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي أستاذ وليد سعادة الوكيل أهلا وسهلا أهلا إن كنت تسمعني بشكل واضح لا أدري لكن سأضع سؤالي ساذ وليد أنتم في السلطة المحلية في الحديدة التقيتم بقائد الفريق الأممي الذي سيشرف على تنفيذ اتفاق الحديدة الممبثق من اتفاق السويد ما الذي دار معكم ومعه؟ من اتفاق الكبير المراكملين هو الأخ محافظة المحافظة الحديدة الدكتورة الحسن طاهر ومجماء المقلبة من الحكومة الشرعية لإتفاق المال إلى جانب كبير المراكملين الأممي كما طرح عارف تاكت الكبارية والخبارات التي تكون جانباً لكيب الحفظية سواء على مستوى الأدمار أو على مستوى الأعمال المدينية التي يكون لها من تجميع الشرارع وتبخيصها ومجراء الحديث والصبات الخرصانية داخل شهارة مدينة الحديد لكيباً كأمم تلغيب الأماكن والمداخل الرئيسي والمعهرة طيب أستاذ وليد كيف تتابعون مجريات الأحداث الميدانية؟ نحن نجد على الأرض والمتابع ونصل إلى فترة قوات المقرمات داخل مدينة الحديدة ونعلم رجالنا وعيوننا داخل مدينة الحديدة نطلع على كل شيء حتى وإن كنا بسنا داخل مدينة الحديدة بالأرض الآن الجميع ينتظر ما سيكون بطريق الكاف الناس من تحديد الفترة الزنانية التي سوف يتم خلوج الميليشيات الحديدية من مماري الحديدة ومن مدينة الحديدة بشكل كامل حتى تعليل التبكيبات لعوضة السلطة الشرعية العمل داخل محاولة الحديدة وعيونة الحياة لابد كبيرها طيب السيد وليد فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها تلك الميليشيات الحوثية البعض سواء من حيث خرق الهدنة أو من حيث محاولة التغرير على البعثة الأممية بأن الذين يوجدون في شوارع الحديدة اليوم هم جهات رسمية كيف تراقبون ويمكن أيضا أن تردون على مثل هذه الأعمال الميليشيات الحوثية كانت بإحلام العشريين ومن المتقيمة 2014 من الفيوات وفي قليلة بتجيز الفيوات وبطائف بيجاليخ كبير بيجاليخ كبير لكتخل على الأممية إن هذه الميقول الأمنية المتواجدة هي الفيواتي كان المتواجدة في الفيواتي 2014 ونحن نبينا كافة الكلفات نبينا كافة الأشياء التي تثبت عدم صحة ما تبدأي الميليشيات للتغرير على البعثة الأممية وتم خروجه أغرير للميليشيات الحوثية الميليشيات الحوثية الميليشيات الحوثية وترك سلاح الدولة وكيل أول محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي كنت معنا شكرا جزيلا لك أستاذ وليد شكرا لك ورغم أن الصوت لم يكن ليصلنا بشكل واضح استكمل هذا الحوار مع الناشط الحقوقي والإعلامي طارق سرور طارق أهلا وسهلا بك مرحبا بك الجريم مرحبا والتحية لك ونحن نناقش ونصلت الضوء على وصول البعثة الأممية إلى الحديدة والمهام التي تنتظرها ماذا تقول المعلومات التي تصلكم من الميدان المعلومات التي تصلكم من الميدان الخروقات استمرار خروقات وانتهاكات الميليشية الإقلامية على مدينة الحديدة وفي هذا اليوم إعلام التحالف ونحن وصلت الخروقات إلى 138 خارق ومخالفة من إعلان الهدنة تمثلات في الوضع العام مستمر في قطع الشوارع والأحياء في الحاويات والسواتر وتفصيل المدينة على إجزاء ومربعات استمرار القصف على أحياء المدينة وإصابة الكثير من المدنيين استهداء القوات المشتركة في شارع الخمسين وشمال شرق المدينة واستهداء أيضا قوات المشتركة بجانب مصانع ناما وبجانب مصانع إخوان ثابت بقذاعف مختلفة محاولات تسلل إلى مركز سيتي ماكس واشتعال حريكي حوش المركز أيضا تمثلات الخروقات في محاولة تفخيخ صندق رفاهية بدوار يمن موبايل وإستيقافة بالعديد من القدائف استمرار القصف المركز والحنيف على مناطق الجبلية والمغراس والفارجة في التحيطة وفي الخط الساحلي ومحاولة قطع الخط الساحلي بيربطها المدينة الحديدة من قبل هذه الميليشيات اليوم كان المراقب تاترك وكبير المراقبين من زارة ميناع الحديدة والتقى برعافة مجلس إدارة ميناع الحديدة ومن ظنهم نائب المدير المعين من قبل الميليشيات الحوطية الحقيقة أنا كمواطن لم يعني غير متفاحل إلى الآن أريد أن أرى أشياء على الواقع تجعلني أتفائل بأن هذا الاتفاق سيكون بمصالح ابناء الحديدة أو سيمفد كما هو في اتفاق السيقر آه إذن يعني الخروقات ترى بأنها مستمرة حتى الآن وهذا لا يجعلك متفائلا طارق طيب ابقى معي مشكورا وسأعود إليك يعني انضم إلينا أيضا مراسل قناة سهيل الأستاذ عبد الحفيظ الزميل عبد الحفيظ الحطامي عبد الحفيظ أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا استكمالا للمعلومات الواردة من الميدان طارق سرور هنا ناشط حقوقي وإعلامي وأشار لنا حجم الخروقات خلال الأيام الماضية التي قامت بها الميليشيات الحوثية التي اخترقت يعني حجز وقف إطلاق النار ماذا لديك من معلومات ميدانية أيضا سيد عبد الحفيظ عن الأوضاع في مدينة الحديدة محاولة الأوضاع طبعا ميليشيات الحوثية تقول بعملية بمحاولة تضليل المجتمع الدولي فيها استجدال الملابس العناطرها المتهمة بالإرهاب والأعمال الإجرامية التي تتكبتها بحق المدنيين بالبادئة المركزي والعمل العام والنجدة في محاولات الاتحايل والضحك على المجتمع الدولي أيضا تتحاول الواردة من خلال أيضا ممارساتها بالمزيد من عملية الاكتطافات والمزيد من عملية الاحتفالات والمزيد من التضييق وتقطيع وصال مدينة الحديدة الإضافة الأفكاري بينما كان باتريك يجتمع بإدارة الميناء كانت عناصر ميليشيات الحوثية من السخية أو من الضحك كانت عناصر تسرق أربع جرافات من ساحة الشركة السبة داخل الميناء وتذهب بها إلى وسط وقلب مدينة الحديدة للمزيد من عملية الحرب والمزيد من عملية التخمدق والمزيد من التضييق أوصال شوارع هذه الميليشيات لا عهد ولا نيسا لها المواصلون يتطلعون داخل مدينة الحديدة إلى أشياء كثيرة إلى أولويات كثيرة دمرتها ميليشيات الحوثية بعودة نازحين عودة ضجرين عودة مشردين إطلاقا مختلفين بعودة أهالي والأسر الذين اتركوا منازلهم وأجبرتهم ميليشيات الحوثية على إخلاءها في حيث بايوريو في إشارة صنعاء المقابل في كماس في مناطق السوق الحلقة وعيدها من المناطق الاجتباقات التي أجبرت الحياة الربصة أجبرت ميليشيات الحوثية العادية الأنبياءات من الأسر من منازلها حولتها إلى خنارق وحولتها إلى متاريس اليوم يطالب هؤلاء المواطنين كبادرة خط نوايا وعلى قدرة الأمم المتحدة لإخلاق هذه الميليشيات وإعادة هؤلاء المدنيين إلى منازلهم والتحكم من أن هذه المنازل لم تتعرض للسلب والنف رغم رفضنا نحن كإعلامين إلى قيام الميليشيات لأنها بالكثير من هذه المنازل وخاصة تلك المنازل الكبيرة نعم عبد الحفيظ بالنسبة لعودة المواطنين ربما نعم سيد عبد الحفيظ ربما بالنسبة لعودة المواطنين مع انسحاب الميليشيات والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة ربما ستظهر هذه المسألة جليا وهل بإمكانهم أن يعودوا أمنع سأستكمل معك وبقى معنا سيد عبد الحفيظ أعود إلى سيد طارق سرور الناشط الحقوقي قلت أنكم كابناء محافظة الحديد لستم متفائلين بناء على المعطيات الموجودة على الميدان وخصوصا من الجانب ميليشيات الحوثي والإشارات التي يقدمونها باعتقادك هل لدى الميليشيات بديلا حتى تقول أنها ربما ترفض أو تنقض هذا الاتفاق؟ الميليشيات ليس لها مدينة الميليشيات هي مثل ما ذكر أيضا الزميلة عبد الحطانو تحاول أن تقرر بالمجتمع المدينة تحاول أن تفرض حسراتها والذين حينوها وتحاول أن ترسلهم أو تجعلهم بشكل رسمي في المدينة هذه نقطة مهمة يجب الانتباه لها من قبل مجمة المراقبة ومن قبل الجميع نحن كمواطنين سنشعر بالتفاعل إذا ما رأينا أشياء عملية تحقق في بداية الخروض المشرفين من ميناء الفديدة وإنسحاب الأسكريين والميليشيات الأسكرية أفرادها من ميناء الفديدة والميناء الطليل وميناء رأس عيسى وبداية الحربة الحركة التجارية الطبيعية إلى هذه الموانح وبداية خروض أيضا الميليشيات إلى المواقع المحددة إلى ما تمت تنفيذ هذين العنصرين بإمكاننا أن نفعل بإمكان أن تحوز الحياة الطبيعية بالشكل تقريقي إلى مدينة الحديدة لكن إلى الآن لا يظهر أي شيء من ذلك ربما لأنه حتى الآن لم يبدأ الفريق الأممي بالنقاط والمفاصل الأساسية لاتفاقيات ستوك هولم بما يخص الحديدة طارق سرور الناشط الحقوقي والإعلامي كنت معنا شكرا جزيلا لك سيد طارق عدل سيد عبد الحفيظ الحطامي فيما يتعلق سيد عبد الحفيظ بحضور أبناء الحديدة في الحل المفترض الذي قدمته اتفاقية السويد للحديدة وميناءها ودواتها وكذلك المحافظة بشكل عام أين موقعهم سواء من حيث من يستلم أو من يدير أبناء الحديدة الموجودين في وسلطة المحلية أو تواجدهم في قوات الجيش وأبناء الأمن المتواجدة في الفوخة في المخة في أيضا لديهم معسكات في عدن في مختلف المحافظات المحضرة سيدا متواجدون بالآلاق في عشرات الآلاق في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وأيضا في الساحب الغربي في جبهات ميدي وحرب وأيضا في السلطة المحلية هناك استكمال للسلطة المحلية إضافة إلى أن هناك أيضا من الموظفية السلطة المحلية المحافظة داخل مدينة الخليدة يتوقون أيضا أن تعود الحكومة الشرعية لإدارة مفاصل هذه السلطة وإدارة المؤسسات الإرادية البناء الضرائب الجمال والكهرباء والبناء وغيرها من المؤسسات السيادية التي تحرض لعمل تحرض لعمليات النهب وعمليات النهب الأموال الخاصة والعامة وبالتالي يتوقع الحديدة إلى أن تعود السلطة في محافظة المسالمة وقادرون على إدارة محافظتهم ولكن للأسف الشديد يعني حتى المؤتمر لإدارة في السيادية وضع خطوط عامة ولم يضع يعني ضوابط لكبخ جماح هذه الميليشيات من تنفيذ تلك الاتفاقات وتلك المشاورات التي تمتوا لحسب تصريح عضو الوفد الشيخ حدي عيد تحدث طراحة ذلك من الشرق الأنظم يعني نظامات ولا حتى ولم تضع بنود عقوبات لعمليات أن تقوم هذه الميليشيات بتنفيذ كافة الأنظام تتفق عليه في استقوم بإعادة وتسليم الموانئ ومدينة الحديدة إلى أهلها وإلى أبنائها مراسل قناة سهيل الفضائية عبد الحفظ الحطامي كنت معنا شكرا جزيلا لك مراسلنا في الحديدة تحية لك والتحية لكل الضيوف الذين شاركونا حلقة اليوم عبر الأقمار الصناعية من مارب أدو الوفد الحكومي المشارك في اتفاقية السويد الشيخ وكل من وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة وطارق سرور الناشطة للحقوق والإعلام التحية موصولة لكم مشاهدنا الكرام على المتابعة وأنا لقاكم بإذن الله في الحلقات القادمة ضمن تغطياتنا المستمرة وتحليلاتنا ونقاشاتنا المفتوحة لكل جديد في الساحة اليمنية التحية موصولة استودعكم الله وإلى لكم اشتركوا في القناة